هذا وشرك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي وأكد وفد الشعبة البرلمانية حرص واهتمام مملكة البحرين على تبني ودعم المواقف الموحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية بما يعزز جهود برلمانات الدول الإسلامية في دعم مختلف المواضيع والتوجهات والأراء التي تخدم العالم الإسلامي وتدافع عن قضايا مشيرا إلى الدور الفاعل لبرلمانات الدول الإسلامية في مناقشة مختلف القضايا والملفات الطارئة التي تعكس التضامن العرمي والإسلامي في ذات الوقت إلى جانب تنسيق المساعي التي تهدف إلى تعزيز أواصر الترابط ونبذ الكراهية وتجريم ازدراء الأدهن اليوم طبعا كان اجتماع مهم للمجموعة الإسلامية اجتماع تنسيقي لمناقشة عدد من الأمور المهمة التي تم اجتماع الجمعية العمومية للتحاد برلماني الدولي المقامة حاليا في البحرين بما فيها أيضا البند الطارئ التي توافقت عليه المجموعة العربية أمس وقبل أيضا المجموعة الخليجية توافقت على إدراج البند الطارئ واليوم أيضا المجموعة الآسيوية وكذلك المجموعة الإسلامية توافقوا على هذا البند فيما يخص ازدراء الأديان وهو يتوافق تماما مع الشعار الجمعية العمومية الحاصلة الآن في البحرين وهو التعايش السلمي في العالم اشتركوا في القناة